بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدا وحقك يا حبيبي إن قلبي يطير إذا ذكرتك في خيالي فكيف إذا رأيت بأم رأسي جمال الحسن في إحدى الليالي طبعاً وجمال الحسن ده هيكون معانا لما نسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم السلام عليك يا رسول الله عشان نكون حاضرين في مجلسه وإحنا بنتكلم عن جمال وروعة جوامع كلمه صلى الله عليه وآله وسلم لما نجي نتكلم عن حديث من أجل أحاديث الرسول الله صلى الله وسلم حديث كلماته قليلة وفوائده عظيمة بيدلنا على الخير من أوسع الأبواب ويجعلنا من أهل الاتزان ويجعلنا من أهل الرحم ومن أجل الرحمة ويوسع علينا وفقنا ويجعلنا كمان فيه هدوء واستقرار في علاقتنا مع الناس وهو حديث بيروي سيدنا سلمان بن عامر عن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم إثنتان صدقة وصلى هذا الحديث أخرجه الإمام الترمزي والإمام النسائي والإمام الدماجي احنا تكلمنا قبل كده عن الحديث اللي بيقول كله معروفين صدقة وفهمنا معنى الصدقة بالكلمة الأوسع اللي بنقوله نعيش حياة المعروف اللي ينطبق عليها كل أحكام الصدقات من حيث قبوله أو التوسعة وكمان كل أنواع التوسعة حتى شفاء المرض تعالوا بقى نيجي مع هذا الحديث يجي حضرة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث اللي معانا يقول لنا إن أفضل الصدقة مش اللي بتكون على المسكين وإنما اللي بتكون على رحمك وأقاربك والأقربون أولى بالمعروف آه صح احنا لما كنا بنتكلم وقلنا إن كل معروف صدقة وإذا كان الأقربون أولى بالمعروف فيبقى من أعلى المعروف الصدق على الأقربين والصدق على رحمنا ويبقى هنا فيه معنى في غاية الرقي إيه هو هنا فيه معنى أنا بحبه إيه هو إن الأعمال الصادقة والأعمال المخلصة ده أبدأ من الدوائر القريبة وهذا يجعل الصدقة لها شوية أمور مهمة جدا جدا في حال يجعل الصدقة لها وظائف أسرية ووظائف اجتماعية ووظائف عائلية فتصبح الصدقة في الحقيقة ليست مواد بناء بتبني العلاقات ولكن تصبح الصدقة ماذا؟ وصل لهذه العلاقات بمولانا سبحانه وتعالى لما تلاقي الصدقة تضاف وتقدم وتعلى عندما تقترب في الدوائر القريبة يبقى لازم نشوف حديث رسول الله عليه وسلم إن خير درهم درهم أنفقته على أهلك أفضل من دينها من أنت تنفقه في سبيل الله وأفضل من درهم أنت سبيل الله يعني في الجندية وأفضل من درهم أنت كمان بتنفقه في الصدقة العادية ليه؟ عشان فلسفة ماذا؟ إن الصدقات في الدوائر القريبة صدقات موصولة بالله ده ممكن يربطنا مع حديث رسول الله عليه وسلم لما جات الرحم ببساطة وخاطبها الله يا الله الله يخاطب الرحم فيقول للرحم ألا يكفيك أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك فإذا حد عمل صدقة في رحمه إيه اللي حاصل؟ ربنا سبحانه وتعالى يوصلها فيوصلها بإن إيه؟ يخلي الصدقة دي صدقة وصلة صلة بمين بقى؟ صلة بالله اللي قال للرحم أن ربنا سبحانه وتعالى هيصلها وكأن الرحم كأنها لما تكون الصدقة في الرحم كأنها بمنزلة عملين صدقة وكل ما يترتب عليه من أجر وصلة رحم كمان وكل ما يترتب عليها من أجر فكانهم أجرين